ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول بحماس أن اليوم الأول من المحادثات مع الوسطى انتهى على أن يستأنف الأحد في جولة جديدة مشيرا إلى أنها لم تشهد أي تطورات فيما أفدت مصادر للحدث بأن حماس وافقت على إطلاق سراح ثلاثة وثلاثين محتجزا إسرائيليا بالمرحلة الأولى ذلك خلافا لموقفها السابق ورشحت أخبار عن تقدم ملحوظ في المفاوضات حتى توصل الوفد المصري الذي يقوم بجهود الوساطة إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف شدد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طهر النونو على أن وقف إطلاق النار والوصول إليه مرتبط بالاستجابة إلى مطالب الحركة والمطالب الوطنية مشيرا إلى أن تمسك حماس بوقف الحرب وانسحاب إسرائيل كامل من غزة وصفقة تبادل جد هناك كما أكد طهر نونو على أن الاتفاق مرتبط بمدى استجابة إسرائيل لهذه المطالب بحسب تعبيره مضيفا أن مناقشة خروج أي من قادة الحركة من قطاع غزة غير موجود على أجندة المفاوضات تضاء أيضا فيما قال مسؤول إسرائيلي أن حماس تعرقل إمكان توصل الاتفاق تهدئ في غزة تعرقله وذلك عبر إصرارها على مطلب وقف الحرب في القطاع بحسب تعبيره اعتبر المسؤول أن المعلومات التي تفيد بأن إسرائيل وافقت على وضع حد للحرب في إطار اتفاق على تبادل للسجناء وبأن إسرائيل ستسمح للوسطاء بضمان وقف الحرب وموضوع غير دقيق ترجمة نانسي قنقر